تعالوا بقى نروح لموضوع مهم جداً متعلق بلجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي أصدرت الحقيقة قرارات مصرية جداً متعلقة بمباراة البرازيل والأرجنتين اللي تم إلغاءها في طبعاً بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 22-22 اللجنة المنظمة كانت اقتحمت المباراة بسبب عدم قضوع بعض اللاعبين لمسحة كورونا الطبية وبالتالي تم إيقاف المباراة اللي اتجهت بعدها إلى الإلغاء فيفا أعلن في بيان رسمي إعادة اللقاء مرة أخرى في موعد ومكان سيتم تحديده لاحقاً من جانب الاتحاد الدولي كمان فرض فيفا غرامات مالية على اتحادي البرازيل والأرجنتين إلى جانب إيقاف أربع لعبين من صفوف التانجو لعدم الالتزام ببروتوكول فيفا بشأن المباريات الدولية الغرامات شملت غرامة قدرها 500 ألف فرانك سويسري على الاتحاد البرازيلي 200 ألف فرانك سويسري على الاتحاد الارجنتيني 50 ألف فرانك سويسري إضافية على الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني بسبب عدم استكمال المباراة إلى جانب إيقاف الأربع لعبين في المنتخب الأرجنتيني زي ما كنت أقول لحضراتكم وطبعاً يعني حاجة غريبة جداً تحسي أن فيه كافسة نزد على أرضية الملعب واللعبة دي شوية مطاريد عليهم أحكام نزد ومسكوهم واحد ورد تاني أنا بتفن معيك بس طبعاً اللجنة المنظمة لها الحق أن هي يبقى عندها شروط تتبع لأن إحنا بنمشي أو يعني إحنا تحت دلوقتي وطقة كوفيد أو يعني فيروس عالمي فإحنا بنحاول على قد ما نقدر لما بننظم أي بطولات أو أحداث يعني أو حاجات عالمية نحن نلتزم ففكرة هنا عدم خدوع بعض اللاعبين للمسحة برضو اللي هي قد طبعاً لإيقاف المباراة وقلنا الخبر ده من فترة ما حضراتكم لو فاكرين ممكن تكون تبعاتها سيئة جداً مش بس على الفريق لأ على البطولة ككل فأنا بشوف يعني اسمها إيه ديتارنس يعني اللي هو الرضع ده بيخلي إلى حد ما ده لا يقرر مرة تانية